أهلا بكم من جديد المشاهدين الكرام وسينضموا إلي الناطق باسم مقاومة مأرب أو مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة هيثم منشلينا أهلا وسهلا بك هيثم ضعنا في صورة آخر المسجدات في منطقة العبدية وفي محافظة مأرب بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم لازل أبطال الجيش الوطنية يطرمون بواجهة الميليشيات الإنقلابية في عدة جبهات قتالية في محافظة مأرب والجوف والمعارك سكاة تكون مستمر في جبهة حريد في جبهة ملعا وجبهة علفة بالنسبة لمديرية العبدية التي تعيش شفار خانق من قبل الميليشيات الإنقلابية وتدور أيضا معارك قتالية لدى أبطال الجيش الوطني ومدعومين بتحالف دعم الشرعية أمام الميليشيات الإنقلابية وقد صرح قبل قليل بتحدث الرحمن إلى تحالف دعم الشرعية باستهداف الميليشيات الإنقلابية دمر خلالها ثمان عربات قتالية ومقتل عدد من الميليشيات الإنقلابية إلى الأربع عشرين ساعة القادمة هناك معارف بطولية يقوم بها أو يؤديها أطال الجيش الوطني في مدينية العبدية ويساند في ذلك تحالف دعم الشرعية مدينية العبدية ورجال العبدية يستمدوا معنوياتهم وفتالهم من العقيدة التي يتحلون بها الراثب أهل الميليشيات ولمشروع العودة إلى الإمامة وطلق الهوية ومفاهيم الجودة نعم وأنت مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة مأرب ما يقارب العام والنصف وهي في حالة محاولات حوثية مستميتة لدخول محافظة مأرب وهناك تقدمات للحوثي استطاع أن يسيطر على البيضاء وصولا إلى شبوة والآن يحاصل منطقة العبدية يأتي السؤال هنا لماذا كان الجيش الوطني في حالة هجوم وتحول إلى وضع الدفاع بعد سبع سنوات من الانقلاب الحوثي الحقيقة أن المعركة هي كرنوطر والظروف المعركة هي التي تسيطر على الظروف التي تتحلوها كلا أكثر هي التي تكون الأبرز أو الدافع الأهم التي يحدد نتيجة المعركة الجيش الوطني وصل في السنوات القليلة الماضية إلى الحديدة ووصل إلى صنعاء ووصل إلى البيضاء أو وصل إلى أكثر من مكان في محافظة الفهز إلا أن هناك كان تدخل قوي وساهر من قبل إلا إذا صحب تعبير المجتمع الدولي أو كما تعلمون الإمام المتحدة يعني بذريعة أن تنسبل ذلك خناقا أو خصار للواطنين في الحديدة وفي المناطق المأهولة الجيش الوطني أيضا اعتمد في تفتيكي وستراتيجي على عدم استهداف المناطق المأهولة بالسكان في مديرية نحم وفي المديرية المأهولة بالسكان فلسنبعوني غيره حطل ما حطل بالسبب للتأقرات أو الانتحابة التي جرت بسبب قلة السلاح المتواجد للشرعية نعلم جميعا أن المنطقة الإنقلابية هي وضعة يدها وضطة يدها على إمكانيات الدولة الجمهورية اليمنية من سلاح وعتاد وطرارق ودبابات ومعدة عسكري إلى غير ذلك بينما الجيش الوطني أسس من الصفر جمع الأحرار والأبطال إلى هذه المحافظة الصغيرة وبدأ أثنوات الجيش الوطني من هذا المكان ونستطيع أن نقول أن الجيش الوطني أو أن المعركة هي قرر وفر ولا يعني أنها ستحصل بهذه السهولة أو أن الجيش الوطني هو يحمل الحق في أن تكون ذلك نصرا أو يحقق الانتصار بدون أن يواجه هذه المعوقات المعركة هي تربية هو هي تربية للأبطال للأفراد للأمة في حالة قصرت أو ضعفت أمام هذه المساعي أو الأنشطة التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية أو أنها ستضر يد للطلاع الخارجية في حاول أن تفيسر على المنطقة هو تقول أن يمنسوا حد حرب لهذه المعطيات نعم وفق هذه المعطيات يعني ما الذي ينبغي أن تفعله الآن لتغيير المعادلة على الأرض ويتحول الجيش من حالة دفاع إلى حالة هجوم ويعود إلى مربع الأول ويحرر المناطق التي استولى عليها الحوثي مؤخرا الجيش الوطني يطوض واجباته على الأرض ونحن على يقين بأن النصر حليفة الجيش الوطني والمقاوض الشعرية وأبناء الشعب اليمني المهمة في هذه الآمنة هو الكفاف الشعب الكفاف الأمة حول الجيش الوطني وهو الحارس الأمين ونقطة الخروج أو منطلق الخروج من هذه الأزمة والحفاة على الجمهورية والثورة سبتمبر وأكتوبر الجيش الوطني نحن نعلم ونؤكد أن الميليشية الإنقلابية لا تؤمن إلا بالقوة ولن تعود إلى طوابها ولن تزال أو تزول مشروعها إلا بالقوة لأن كل الاتفاقات التي جرت من سابق سواء في عهد النظام السابق أو حاليا دائما ما تخترقها الميليشية الإنقلابية هو تنقلب عليها فالمطلوب هنا هو تحالف والتفاف الشعب والأطياف السياسية والأعزاب السياسية وجميع من الضمات المجتمع اليمني حول الجيش الوطني ودعمه ومسالدته ورفع صوت المواطن اليمني منطالبة بالحرية أمام المجتمع الدولي وأن هذا هو حق مكتب لأبناء الشعب اليمني وأن الجيش الوطني هو يطاقل الدفاع عن الجمهورية وعن حقوق المواطنين وعن الحرق والقرامة بالعودة إلى العبدية عقيد هيثم هل هناك مستجدات في هذه الجبهة ما هي الخطوات القادمة التي سيقوم بها الجيش الوطني كما تحدثت أيضا أن التحالف العربي تحدث أنه على مدى ثمانية عشر يوما أوقفوا اقتحام الحسين في مديرية العبدية وتحدثوا عن أكثر من مية وثمانية وعشر أو ثمانية عشر استهداف لحماية المدنيين بالعبدية بالطرف الآخر ما هي التحركات التي يقوم بها الجيش الوطني؟ الجيش الوطني لا يقوم بها الجيش الوطني لا يقوم بها الجيش الوطني ويجب واجباتك على أكبره ولا تستقدم داخل مديره العبدية على شبر واحدة والأخوة في مديرية العبدية العبدية والأبطال إلى جانب الجيش الوطني واقفون وثابتون وصامدون صمود الجبال المجيش الوطني له خطته في هذا الجانب في دعم أبناء الجيش داخل مديرية العبدية ولا يستطيع أن نحدد ما هو المطلوب حاليا إنما ما يهم الآن هو فك الحصار عن أبناء مديرية العبدية عن المواطنين حيث نعم بداية الوطنات المجتمع المدني والحقوقي وكذلك المجتمع الدولي تكترى جعل جيش الوطني حفاظا على المواطنين في أكثر من المنطقة وكما تعرفون ما حصل في مدينة الحديدة فمن باب أولى أن يرفع الحصار عن أبناء مديرية العبدية وأن يكون هذا شعار إذا كان هنا منطلق صد للمجتمع الدولي وأن يرفع الحصار عن أبناء مديرية العبدية نعم هيثم العقيدة هيثم منشري مدير المجتمع الإعلامي للقوات المسلحة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر